بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائك يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمها أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين على قناة بيبو سبورتس وبرنامج إيل موهوب مع بيبو النهاردة نتكلم على المباراة اللي جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي في البطولة العربية المقامة في قطر 2021 وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله يلا بينا نبدأ الحلقة يلا بينا أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة تانية النهاردة نتكلم على المشاكل اللي قابلت المنتخب المصري والإدارة الفنية السيئة لمستر كارلس كوروش والتغييرات الخطأ لكوروش اليوم في مباراة تونس النهاردة المنتخب المصري خسر مباراة أمام نظيره التونسي بهدف جيه في الوقت القاتل في آخر ثواني المباراة وكنا في انتظار أن نلعب الشوط الثالث والرابع لكن تقتل رياحه بما لا تشتهي السفن فاول من أمام منطقة الثمنتاشر الكرة تأتي من على رأس عمر السلية وتدخل هدف الفوز للمنتخب التونسي المنتخب التونسي أول دقيقة ضاغط على المنتخب المصري وكان مسبب مشكلة مصر كانت في موقف الدفاع في الشوط الأولاني إلا بعض الكرات البسيطة اللي طبعا بنسميها أنصاف الفرص لم تستغل سواء من مروان حمدي أو طبعا مصطفى فتحي جاءت أو بعض الكرات اللي جاءت للمنتخب المصري لم تستغل صحيحا في تلك المباراة كان في صغرة طبعا في نص الملعب ما فيش رابط ما بين الدفاع والهجوم لاحظنا أن فيه مساحات بعيدة وكبيرة جدا بين اللاعبين وبعضهم البعض فيه لقاء اليوم وبالتالي لم نلاحظ طبعا أو نشاهد هجمة منظمة للمنتخب المصري طوال طبعا التسعين دقيقة وبالتالي الأطراف كان فيها مشكلة دفاع طول الوقت إلا بعض الكرات والدليل على ذلك أن المنتخب التونسي كان له عشر ركنيات في الشوط الأول والمنتخب المصري كان له ركنية واحدة ودي دليل الضغط القوي والشرس للمنتخب التونسي نزل المنتخب المصري في الشوط الثاني كان هناك بعض الأداء الجيد للمنتخب المصري لكن تغييره خطأ لمصر كارلوس كوروش طبعا خلت المنتخب المصري في شكل مش مظبوط وبالتالي كان هناك في مساحة كبيرة في نص الملعب مصر كارلوس كوروش رمى لتونس الكرة في ملعبهم وفتح لهم قلب الملعب وبالتالي المنتخب التونسي فضل ضغط وكان فيه هناك مساحات كبيرة وشاسعة بين اللاعبين طبعا وخلى أحمد سيد زيزو وسط ملعب وبالتالي كان هناك مشكلة كبيرة جدا في صانع الألعاب أعطى ليه سيد زيزو طبعا ما كانش موفق فيه المكان بعد تبديل محمد مجد أفشا ونزول مكان ومحمد شريف اللي كان المفروض يلعب من أول المباراة وبالتالي مراوان حمد برضو ما كانش موفق النهاردة وأهضر العديد من الفرص وقلنا كلا دايما أن المباراة الكبيرة ديت بتبقى فيها أنصف فرص لابد أن هي تستغل وطبعا أنا زعلان جدا من مستر كارلوس كوروش النهاردة لأن أنا قلت كتير يا راجل أنت رايح تجرب بطولة كبيرة زي ديت طبعا قرار خاطئ جدا سواء منك أو من الاتحاد المصري لكرة القدم أنه هو يوافقك أن أنت تلعب بطولة كبيرة زي ديت وبطولة زي ما بنقول كده بطولة عالمية على أرض عربية وتجرب فيها نسبة كبيرة من اللاعبين وبالتالي اسم مصر والهوية طبعا كان غايب في شكله اللي هو الشكل الممتع والأداء الجميل والأداء الثالث والسهل الممتنع اللي هو بيميل إلى الطريقة البرازلية في كرة القدم علشان كده أغلب الجماهير النهاردة روحت ونامت زعلانة بسبب الأداء السيء للمنتخب المصري وكنا نتمنى أن يبقى فيه جمل من على الأطراف ومن قلب الملعب وبالتالي المنتخب المصري يظهر بشكل الحقيقي اللي احنا كنا دايما متعودين عليه كله تاريخ أنه بلعب كرة جميلة تميل إلى الكرة الممتعة البرازلية يا عم كروش أنت لعبت النهاردة أنت شغلت بالك بحكم اللقاء وبالتالي هو خرجك عن التركيز فغيرت تغيير الخطأ بخروج محمد مجد أفشة ونزلت مكانه محمد شريف أنت كان من المفروض خروج مرواني أو حسين فيصل وتنزل محمد شريف وأحمد رفعت كان يعملو لك ألبانة في اللقاء لتونس لكن أعتقد أن أنت غير موفق في الإدارة الفنية للمباراة اليوم وبالتالي عندك علامة استفهام طول الوقت عامل حجة ومبررات تجربة اللاعبين أنا أرى لعبة كثيرة عندها علامة استفهام منتخب التونسي كان يلعب بطريقة 4-2-3-1 أما المنتخب المصري كان يلعب بطريقة 4-3-3 تالي كان فيه مشكلة في النص الملعب وأنا كنت بطلب دايما وطلبتها منك كثير في كل حلقاتي قلت يا عم كروش إلعب بطريقة 3-4-3 أما النص الملعب الأول دافع الأول من النص الملعب وعشان يبقى عندك توازن دفاع هجومي في لقاء تونس أنا شفتها في مباراة سلطنة عمان كانت بصراحة عاملة مباراة استعراضية وتتمنظر على لعبة سلطنة عمان وعلشان كده إحنا لحظنا الكبرياء والغرور كان في مباراة سلطنة عمان وكنت أتمنى منك يا عم كارلس كروش أن أنت تتفرج على المباراديات علشان تقيم الفريق التونسي وتبدأ تحط الأوراق اللي أنت تلاعب بقى المنتخب التونسي وأعتقد أن الأطراف عندك عاوز شغل كبير جدا وعاوز شغل كتير ونص الملعب عندك عاوز شغل كتير وأتمنى إذا كنت أنت هتبقى موجود على القيادة الفنية للمنتخب المصري أتمنى تغير الشغل بتاعك لأن يا جماعة نحن محتاجين شغل كبير جدا منك يا عم كارلس كروش إذا ما كنتش هتمشي أنا أتمنى أن أنت تمشي بصراحة لأن أنا مش شايف جديد من ساعة من وصلت مصر أنا مش شايف أي جديد أنت أضافته للقرى المصرية أنا مش شايف أن أنت بصراحة يعني أفتت القرى المصرية خالص بل بالعكس أنت ضيعت وقت جدا أنت تجرب في بعض اللعبين والتجربة دي جات على دماغتنا احنا وخسرنا المباراة قبل النهائي وبالتالي كنا أقرب للوصول للمباراة النهية وهنلعب على المركز الثالث والرابع في البطولة العربية المقامة في قطر 2021 على العموم يعني مش عاوزين حد يزعل هي ديت كرة القدم بيبقى يوم حلو ويوم مر عودتنا دايما يوم تفرحنا ويوم تناكد علينا هي القرى غالب ومغلوب ودايما عندها طبعا رؤية مختلفة غير عكس ما احنا كنا بنتوقع لكن أنا متوقع من أول المباراة وشفت أداء المنتخب المصري ان قلت المنتخب المصري مش هيكسب المباراة لأن شفت كعب تونس على كعبنا الكفكت واضحة أن منتخب تونس هيفوز باللقاء وانا قلت قبل كده أن البطولة ديت هتبقى يعني شمال أفريقيا هو اللي يفوز بال لأنه واضح أن الكرة الأفريقية أفضل من الكرة الأسيوية بمراحل كتير وأسبابها كتير من ضمنها أن الكرة الأفريقية احتكاكات أعلى بكتير سواء في بطول الدورة أبطال أفريقيا سواء في كأس الأمم الأفريقية وبالتالي كثرة الاحتكاكات والاحتراف طبعا سبب رئيسي وكبير جدا في علو كعب الكرة الأفريقية على الكرة الأسيوية وبالتالي النهاردة شفنا برضو مباراة كبيرة جدا كانت بين المنتخب الجزائري والمنتخب القطري وواحد واحد لحد دقيقة سبعتاشر أو تمنتاشر يعني دقيقة تسعين خلصت والحكم إدت تسع دقيق وقت بدل ضايع مباراة الجزائر وقطر والحكم إدت تسع دقيق أنا معرفش وصلت لتمنتاشر دقيقة إزاي لابد أن الاتحاد الدولي يشوف الحكاية دي أو المباراة عدت في وقتها الإضافي إزاي لحد ما فازت الجزائر بضرب الجزاء وخرجت الجزائر فائزة ووصلت إلى المباراة النهائية في هذه البطولة الرائعة والجميلة طبعا بشكلها المنديالي وبثوبها الجميل العربي الرائع بطولة ولا أجمل ولا أروع بصراحة كل الناس تبعتها وكل الوطن العربي شاف هذه البطولة بطولة من أجمل البطولات اللي احنا شفناها طبعا في حياتنا رافوا اللجنة المنظمة لهذه البطولة أن أسعدتنا طوال هذه الفترة من خلال البطولة العربية الرائعة أجمل بطولة عربية أنا شفتها في حياتي سواء في النقل التلفزيوني أو الملاعب أو التنظيم برافو علشان ما نطولش عليكم يعني قبل ما نقفل للحلقة بنقول لكم محدش يزعل الكرة غالب ومغلوب وإن شاء الله مصر إن شاء الله هتبقى في أحسن حال ونتمنى دايما أن الكرة المصرية هتبقى للأمام بإذن الله وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل مواء جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة